بحث وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بالعاصمة عدن مع الرئيس التنفيذي لشركة فالراء الأمريكية المعنية بتنفيذ مشروع تعزيز أمن الطيران المدني بالهيئة العمل للطيران المدني ومطار عدن الدولي جبرائيل أشهر جهود التنسيق المشترك بين الجانبين في متابعة مستوى سير عمل المشروع والتطرق الاجتماع إلى تقييم سير تنفيذ أعمال المشروع المقدم كمنح من وزارة الخارجية الأمريكية الذي يهدف إلى رفع وتعزيز قدرات أمن الطيران في كل من الهيئة العمل للطيران المدني ومطار عدن الدولي وذلك من خلال استكمال الوثائق وإرشادات الأدلة والمراجع لتلبية شروط الامتثال لمنظومة الدولية للطيران ترجمة نانسي قنقر